السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي على محمد النوالي واصحابيه جميعا ان شاء الله هنكمل شغل الإيفنت بتاعنا وهنشوف الفيديو ده أربع إيفنت جديد واللي هما حاجة اسمها فوكس فوكس إن وفوكس آوت وبلر طيب هنشرحهم بالتفصيل وميل وإيه كل واحد معناه بالتفصيل المملل بأمر اللي طيب أول حاجة خالص قلنا إيفنت الفوكس أو إيفنت الـ change لما شرحناه خاص بالإمبوت والسليكت والتيكستيريا يعني الفوكس بتاعتي أو الفوكس إن أو الفوكس آوت أو البلر خاصين بإيه بالإمبوت بالفور معموما يعني اللهم الإمبوت والتيكستيريا والسليكت كلام جميع هنيجي نمسك واحد واحد أول حاجة خالص هنحدد إمبوت عندي إمبوت في HTML وطيب تيكست وشكرا لعمل حاجة هنيجي نمسك أول حاجة الفوكس نروح لي الجوكوري أو الجواسكريت بتاعنا هنيجي نحدد الإمبوت بتاعي أو السليكتور أنا عنديش غير اللي هو الإمبوت أنت ممكن تعمل إما دابل كوتي أو إما سينجي اللي أنت عايزه معادي لا يوجد مشكلة طيب هقول الإمبوت وأقول أول إيفنت معنا اسمه فوكس بس دلوقتي طيب إيه هو الفوكس؟ الفوكس هو تركيز يعني إيه تركيز؟ يعني تعمل زي نقول لك سليكت على العنصر بتاعك ده أول ما تركز عليه أول ما تجيب الموس عليه يعني يحصل كذا لما تعمل فوكس على الإمبوت بتاعي ده لما تعمل تركيز عليه يحصل حاجة معين طيب ماذا سوف يحدث إيه اللي يحصل بكتبها إزاي؟ بقرارها كتير عشان تثبت اللي هو هنا كده فونكشن بكتب فونكشن وأفتع أكواس الفونكشن والبراكب بتاعة الفونكشن باكتب جواه الكوب بتاعه كلام جميل طيب إيه اللي هيحصل بقى؟ تعالي نعمل مثلا مثلا يعني خليها برضو أي حاجة أنت عايزة مثلا نقول له هاي مثلا فوكس أو أي حاجة يعني مش قصتنا ها سيف واروح على الشغل بتاعي عمل ريفريش وافتح الكنسول بتاعي نعمل شغل الكنسول طبعا نخليه نركز مع ده كده تحت كده عشان شايفه معنا واجه عمل فوكس هو قال لي فوكسون الفوكسون اللي هو إيه أنت تيجي تركز على الإمبوت بتاعك سواء إمبوت سواء تكستيريا أو سواء سيليكت نفس الفكرة طبعها على الثلاثة عملت فوكسون قال لي إمبوت فعلا فوكسون شلت من عليه وجيت عليه ثاني آه إمبوت فوكسون بداية أنه عمله رقم اثنين هو كده عملت فوكس مرتين طبعا روح هارجع ثاني ودوس ثاني آه فوق إمبوت فوكسون عمل يعمل لي كونسولك دوتلوك كل ما تيجي تعمل فوكس على الإمبوت آه بيعمل لي إيه بيفاير مثلا لها كونسول دوتلوك يبقى الفوكس لما تيجي تعمل فوكس على التاج معين اللي هو خاصين بالفورم اللي هم الإمبوت والتيكستيريا والسلكت كلام جميل بس ركز في حاجة نقطة معانا الفوكس خاصة بالتشايلد نفسه يعني إيه الفوكس خاصة بالتشايلد نفسه يعني بالعنصر اللي انت محدده يعني إيه برضو يعني مشان حد إمبوت يبقى غص بالإمبوت هتحدد سيليكت يبقى خاص بالسيليكت هتحدد مش عارف تكستيريا يبقى خاص بالتكستيريا طب أيوة أنا فهمت إيه خليه بس معك الجملة دي عشان أقولها لك استفدت منها في الإيفنت اللي جاي اللي هو الفوكس إيه تعالي نعمل كده نخلي ده كده ماشي مش مشكلة هو وهنيجي نعمل ديف هنا عشان نعرف فرق يعني هنعمل ديف هنا كده وجواه إمبوت اللي هو فيه ديف ههو وجواه إمبوت مثلا فيه نفس الكلام اللي هو إمبوت طيب تكست خليها زي ما هي كده عشان تبقى أضحي في ديف عندي وعندي إمبوت طيب تكست حلو خلينا في الفوكس دلوقتي كنت أنا بقول الفوكس معناه اللي هو بيركز على الاليمنت نفسه بس يعني بيحدد الاليمنت نفسه اللي هو لو إمبوت يبقى يمبوت مش عارف عايز تقولي عامل حج عايز أقول لك اللي هو أنا جيت حددت الديف دلوقتي حددت الديف وجيت قلت اللي بعده فوكس إن سيفك من فوكس إن معناية دلوقتي أنا عايز لما يقوله فوكس إن أهن كم معناه لسه شروحها دلوقتي ماذا يساوي في حدو بكتبها إزاي أهو بكتب فونكشن خلاص باك العادة فونكشن وافتهى الأكواس والبراكت بتاعت الفونكشن طيب فوكس إن معناها يعني هتعمل فاير أو هتشتغل لما تيجي تعمل فوكس برضو على العنصر أو على أي ابن للعنصر ده يبقى تاني الفوكس بس على العنصر فقط على الاليمنت فقط طب الفوكس إن هي هي الفوكس بس الفرق ما بينهم أن أنت تقدر تعمل سواء على الاليمنت نفسه أو أي ابن بداخله شفت بيداخله دي يبقى أنت على العنصر نفسه أو أي ابن جواه يعني إيه مش أنا بحاجة الديف اللي هو أصلا الاب بالنسبة للإنبوت ده حلو حلو أنا هجي أعمل الفوكس أصلا يعني لما لو جيت قلت له كده مثلا الديف ده هيعمل مسلا آآ أيا مكان اللي يعملو خليها دلوقتي زي ما هي نكتب بسا نفس الكلام اللي هو الديف نفسه ونقول له مسلا الكود اللي أنا هكتبه ده لسا نشاحه بعدين بس فيما معناه أن أنت غير السية ايس بتاعك يعني السية ايس يبقى الب offenders مثلا بتاعته او يعمل له مسلا بوردر مسلا يعني. واقول له بوردر. واحد بيكسل سولد مسلا اللون الاحمر ده. اللي انا كتبته ده ما تركز فيه اوي بس اللي انا اقول له معناه فيما معناه لما يتعمل فوكس ان عم لما تركز على العنصر ده. الديف نفسه يحصل له. بتاعه يتعمل له بوردر واحد بيكسل سولد اللون ده. طيب حلو. لو جيت عمل كده. خلي بقى لك ان الديف ده. لو انا جيت حددت وانا دوست عليه معياة على نده. خلاص هو اتعمل يعني الديف ده اللي امبوت ده جوه الديف ده. هو تعمله بوردره بالك. طيب نجي نعمل ريفرش تاني. بس انا محديتش دفي. انا مش داييس ع الديف. انا دايس على الانبوت اللي جواه. على العنصر الجواه. على الابني اللي جواه. قال لي اه ده الفوكس ان. الفوكس ان معناه ان انت لما تيجي تركز على العنصر او اي ابن بداخله. جيت انا عملت هنا واحد ده الانبوت نفسه اللي هو ده او عادي انا فيش مشكلة. هو بتشتغل لما تحدد الالمنت نفسه الديف نفسه او اي عنصر بداخله هي برضو هيشغل الديف نفسه لان ده يبني منه يعني اه اللي هو ده يعني ابني زي يعني دي نفس الفكرة. او حتى عمل الديف واو ستايل بوردر واحد بيكسل سولد نفس الفكرة بالظهر. كلام جميل طب انت عايز ان ده مشتغل او او لو عملتها مشتغل او او اعمل ريفریش وادوس هنا او ما اشتغلتش طب هنا او اي عم ما فوكس لأ فوكس بس يا خاص بالعنصر فقط. خاص بالعنصر فقط اللي هو الانبوت بس اللي هو التجستيريا بس اللي هو السلكت بس. طب خاص بالعنصر نفسه و اي ابن بداخله. بدليل انا رجعت فوكس ان او انا اقصر الديف ده بس انا بحدد ده بس انا عملت select او عملت قصد focus للابن. اه عادي ابني ده زي يعني مفيش مشكلة. دي الفوكس ان الفرق بينها وبين الفوكس. اهو هرجع تاني اخر مرة. هدوس هنا في عمل لبوردر للدفة. كلام جميل جدا. طيب ايه بقى الفوكس اوت? عكس الفوكس ان. هي هي الفوكس ان بس عكسها. هنا الفوكس ان لما يركز الفوكس اوت لما يشيل. ناخد نفس الكود ده اهو. واقول له يا عم الحج لما تفوكس اوت. يعني ايه لما تفوكس اوت? لما تخرج من عنصر ده سواء ابنه او هو نفسه. يحصل مسلا ان البوردر ده يبقى باللون اللي اغدر. انا سبيه المثال يعني او العكس. لما يعمل فوكس ان يبقى باللون اللي اغدر. لما يخرج يبقى باللون اللحن. اهو. هعمل ريفرش. تعالوا كده نعمل للدف نفسه. style كده مسلا معين. اقول له بادنج مسلا عشرة بكسل بس عشان نبعد الامبوت عنده. ونقول له background ده مسلا نون رصاصي مسلا. اللي هو التلت تلاتات او ddt. انه هو ده الامبوت الديف بتاعي واخد ويتس ما في الماء لشان طبعا مش حدد له اهو. جيت حددت عملي البوردر اللي اغدر اهو. عشان ده فوكس ان يعام انت حددت الديف او اي ابن من ابنه هو زيه. احنا مع بعضين احنا شل له مع بعضين ابو الابن واحد. طيب جيت خرجت اه يا عم خلاص كده انت عملت فوكس اوت خلقت من الابن او من اarzاء او من اب نفسه يعني يبقى عامللي الفوكس اوت اللي هو البوردر بتاعي بقاها. كلام جميل طيب عايز تقول لي بقى. نايس حاجة صغيرة 올態 عسن بعد فوكس والفرق بين الفوكس ان والفوكس. طب الفوكس قوت. قال لي الخوكس قوت هو الأول. طب الفرق الفرق اللي زي بين فوكس ان والفوكس ي Northwest focus الخاص بالعنصر بس. والفوكس ان خاص بالعنصر هو ابني من ابناءه.แตه والابناء اللي بداخله فوكس قوت خاص بالعنصر بردو اي ابن من الابنائه لكن البلار خاص بس بالعنصر بس الفوكس قوت لما يخرج البلار لما يخرج بردو يعني ايه؟ يعني هو يعمل حاج مش هنعمل انبوت هنا هناخد نفس الكود ده كده واقول له انبوت فوكس او انبوت مثلا بلار وهشيل هغير كلمة الفوكس دي خليها بلار الفوكس عكس بلار والرغllers فوكس او اللي تندل نفس المعنى وال cambi BRI يعني او عملت بلار اه arios معنا البلار لما تشيل التركيز من العنصر تركز فى الكونس اللي عمل حاطف انت هو هدوس فوكس او فوكس ان هتخرج بر predator يعني فوكس قوت خ exiting هتاصل فوكس ان هتلاقي Game البلار اللي هو تشيل تركيزك من العنصر اللي انت حدثته الى هو الاموت او التكستيريا او السلك الي نودر خاصين باليف اللي حاولونهم نهرة اخر الكلام او الملخص بتاع الدرس ده الفوكس لما تيجي تركز على العنصر خاص بس بالعنصر اللى انت هتحدده منشدعوا باجابناه البلار لما تيجي تشيل التركيز من على العنصر ده خاص برضو بالعنصر نفسه منشدعوا ب PHP الفوكس ان لما تيجي تركز على العنصر ده او اي احد من ابنائه الفوكس اوت لما تجي تشري التركيز ده من العنصر او اي احد من ابنائك فهي من الفرق اتمنى يكون الفيديو واضح جزيكم الله وخيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته